مجرة من الفوضى عاث صوت الرصاص فيها فوق صوت السكينة هي اللغة الفارقة بين العراق وضياعه وما الحكومات المتعاقبة إلا طريق طويل كان يأن فيه العراقي من نزف الدماء وموت الأمال بعودة الوطن الحكومة اليوم تقف على نقاط التماس بمسافة صفرية تواجه العبث المقصود على يد جماعات سلاح منفلت وعمليات إجرامية فيقود رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حملة إعادة هيبة الدولة بعد أن ضاعت بين أيدي الصانعين للدولة المعجزات قد لا تتحقق لكن لا مستحيل وفق برنامج الكاظمي الذي يضع عنوان التحدي له وهي خطوات مرسومة كما يعلنها واضحة بتوفير الأمن وحماية الاقتصاد من الانهيار والوصول إلى الانتخابات والانتخابات مطلب شعبي يتفق عليه العراقيون بعد أن فقدوا الثقة بالعملية السياسية نتيجتها شاشتها وانخراط المحاصصة فيها فيما مضى أما الشهيد الحي كما وصف نفسه فقد يفسر أن الكاظمي يدخل وكر جماعات السلاح المنفلت ويعيد هيبة الدولة لكنه يعلم جيدا أن الضجة لابد لها من أن تعود سيما عندما يبدأ العمل على قتل الفوضى وإحياء الأمن إجراءة سريعة للمتظاهرين رسالة يؤكدها الكاظمي ويضع نقطة على رأس السطر أن التظاهر حق المشروع لكن بدون يد العابثين بصناعة الفوضى على رأس السلاح من تطبيقات السلاح يجب ان يدخل وحصانهم وحصانهم الذ الأمر خلال تدرجzza على رأس السلاح وحصانهم كانت به